والتيمم يقوم مقام الماء في كل شيء ولهذا جعله الله تعالى بدلاً عن طهارة الماء في الحدثين في الحدث الأكبر وفي الحدث الأصغر فقال فلم تجدوا ماءً فتيمموا ومن الأحكام التي ينبغي للمرء أيضاً أن يتفقها فيها ولسيما في فصل الشتاء ما يتعلق بأحكام التيمم والتيمم هو التعبد لله تعالى بضرب الأرض باليدين ومسح الوجه والكفين وقد شرعه الله تعالى لعباده وجعله بدلاً عن طهارة الماء فقال عز وجل فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فالتيمم مشروع في حالين الحال الأولى إذا كان الإنسان عادماً للماء فإنه يعدل إلى التيمم والحال الثانية إذا كان يتضرر باستعمال الماء بأن كان الماء موجوداً عنده ولكن يتضرر باستعماله إما بحدوث مرض أو زيادة المرض أو بتأخر البر وهذا هو الضابط في جواز العدور إلى التيمم مع وجود الماء أنه إذا كان يتضرر باستعمال الماء بأن خشي أنه لو استعمل الماء حصل له مرض أو كان فيه مرض ولكن يزيد مرضه أو يتأخر البر فحينئذ يعدل إلى التيمم والتيمم يقوم مقام الماء في كل شيء ولهذا جعله الله تعالى بدلاً عن طهارة الماء في الحدثين في الحدث الأكبر وفي الحدث الأصغر فقال فلم تجدوا ماءً فتيمموا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ترجمة نانسي قنقر